ثم تجدل دائر حاليا في الوسط السياسي المغربية دكتور نزار فيما تعلق بالاستعداد الانتخابات القادمة فيما في نقطة تغيير القاسم الانتخابي بداية هل لك أن تيسل لنا كثيرا هذا المصطلح؟ ما هو المقصود في الحياة البرلمانية المغربية بالقاسم الانتخابي؟ نعم أولا ينبغي تذكر هنا بأن اليوم المغرب والأحزاب السياسية فهي تشتغل مع الحكومة على مراجعة منظومة الانتخابات وهذه المراجعة فهي تاني العديد من النقاط أولا يوم الاقتراع تاني كذلك كيفية تنظيم الانتخابات كذلك ما هو مصير اللائحة الوطنية للشباب والنساء كيف سيتم تنظيم انتخابات الغرف المعنية إلى آخره من النقاط والذي قدم فيها الحزب مع أحزاب المعارضة العديد من الاقتراحات يمكن القول بأن 80% من ما قدمناه من اقتراحات تم التجاوب معه وهذا يبرهن على قوة هذه الاقتراحات التي قدمناها بالنسبة للقاسم انتخابي فأنتم تعلمون بأن انتخابات في المغرب فهي باللائحة وبالتالي فالقاسم انتخابي هو الذي يحدد عدد الأصوات التي ينبغي توصل إليها لكي يكون لأي حزب مقعد برلماني نعم يعني إذن المقصود بالقاسم انتخابي عفوا يا دكتور النزار عفوا ربما فقط لاختلاف المصطلحات يعني ما بين المغرب العربي والمشق العربي إذن المقصود بالقاسم انتخابي هو ما يعرف بالوزن النسبي للمقعد البرلماني تماما تماما بالدبط فهم طيب إذن السؤال هو يا دكتور عفوا المقاطعة مرة ثانية إذن السؤال هو العدالة والتنمية ذات الأغلبية البرلمانية الحالية تقول لن أخود نقاشا حول تغيير ذلك القاسم انتخابي العدالة والتنمية تقول أهدد بعدم إكمال العملية الانتخابية إذا ما تم تغيير ذلك القاسم الانتخابي الوزن النسبي للمقعد البرلماني ما هو موقف حزب الاستقلال من هذه التصريحات نعم أولا نحن نعتبر بأن اليوم من ضروري أن نصل إلى توافق حول ما ينبغي القيام به على صعيد المدونة الانتخابات بخصوص هذه النقطة بالذات نحن نعتبر بأن هذا القاسم الانتخابي أو الوزن النسبي كما تفضلتم فهو اليوم يطرح إشكال لأن الديمقراطية مبنية على ثلاثة ركائز أولا ضمان تمتيلية ثانيا ضمان كذلك التنوع والسياسي والنقطة الثالثة كذلك وهو نقطة مهمة جدا أن يكون هناك في هذا الإطار أن يكون هناك الوزن الانتخابي يتماشى مع العدد الأصوات التي توصل بها الحزب المعين نعم أن يكون هناك إذن إنصاف اليوم يمكن اعتبار بأن الوزن الانتخابي اليوم في بلادنا فهو يطرح إشكالية لا من حيث التعددية لأن هناك مثلا حزب الفيدريات اليسار حصل على 160 ألف صوت ولم يتمكن من أن يكون له مقعد واحد في اللائحة الوطنية ثانيا يطرح إشكالية كذلك من حيث الإنصاف العدالة والتنمية حصلت على 727% من الأصوات وكان لها 32% من المقاعد وفي الوقت أن الحزب تقدم للشاركية كان له 5% من الأصوات ولم يلقى إلا جوج فاصلة 5% من المقاعد وأخيرا يطرح إشكالية التمثيلية أي أن العدالة والتنمية استطاعت أن تحصل على 10% من المسجلين في الانتخابات وبالتالي فبـ 10% من الأصوات حصلت على الرتبة الأولى في البرلمان بـ 127 مقعد وتقود اليوم الحكومة وبالتالي فنحن نعتبر أنه من ضروري أن يكون هناك تغيير للقاسم الانتخابي لكي يكون أكثر إنصافاً لكي يضمن التهددية وكذلك يقوي التمثيلية حتى تتمكن الحكومة المقبلة من القيام بالإصلاحات الضرورية من أجل إخراج المغرب من هذه الأزمة وخدمة المواطنات والمواطنين في الاتجاه الصحيح ترجمة نانسي قنقر